بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات فيديو جديد نحن النهاردة سنكمل الدرس الثاني في الوحدة الثانية أهلا بمرأسي طالباء في صفق المرسلين أهلا بكم أعطي جديد كيف يقولون على المرسلين؟ مما تعتقد الطالب الأشارية تخبرين التفكير يقولون على المرسلين لكن مع ذلك أريد أن يقولون على المرسلين أريد أن يكون الأشارية في جيد لأن الذي يكون فيها سكرية في الدرس الثاني نهاتي فيالرسلان وكما تريد ومحتاج وجبة. هتقول لي ايه للجرسون? هتقول له يعني اخر واحدة انا عايز مكارونا وفراخ طبعا الاولة كومبيا كودة سؤال عن الساع اين قسم الخضروات احضر ليه طبعا كافي اللي هي قهوة. لبعد كده فوت رامي صديقك بيسالك بوركوا چستاذ ليه طبعا كيواني? كشكو ديت انت هتقول ليه طبعا عشان اشتري حلويات. بوع شهطاء دي سrekJ حلويات. في رقم 4 ووووز انفورما انت بتستعلم. كشكو ديت انت بتستعلم عن عدد اقسام السوبر ماركت خما تقول حتى تقول كما الهوائي في وقال أشعر خلاله نجمع الكتاب في وتيت نظر ت LEتكلمت على الفر ضف أن طعام عن طعام الحلويات فه ان نظر ج declined سيتم تقولون اكتب تقول ال�端 تقول اكتب كبه رعجوا النظر كبه كسك فو ديت يعني انت تصف السوبر ماركت بتاع الحي بتاعك فبتقول هو كبير ومنظم. في رقم سابعة انت تسأل صديقك عن طبق المفضل كسك فو ديت ماذا انت تقول بتقول كال بلا بريفري يعني اي طبق انت تفضل. انت تحبب الاسماء كسك فو ديت ماذا تقول بل جي تست انا اكرا لبردوي دو لامار من تغات البحر. انت تسأل صديقك سان بلا بريفري عن طبق المفضل كسك فو ديت ماذا هو يقول هو الحيقول وطبق مفضل حيقول جادور لي باتان بعشة المكرون اللي بعدها. انت عيست اشتري زبدة من السوبر ماركت فبتقول طبعا حروح لمنتجات الالبان اللي هي جي فودري الارغة او ريان دو بريدوي لاتيار يعني اريد ان اذهب الى قسم منتجات الالبان. انت تسأل صديقك برقوة الواقع مرشي لماذا يزا بلا سوبر ماركت كسك الدي ماذا هو يقول طبعا الالنين بور فر لكورس للتساوق. انت تسأل صديقك سو كاليا او غيان دو بان ماذا يوجد في قسم المخبوزات كسك الدي دو بغت يعني عيش طويل. انت تريد شراء طفاح دفريز وفراولة كسك وديت ماذا انت تقول او كسك وطرامي ودي يعني ماذا يقول لك صديقك حيقولك بس سيشي لفغوتياء يعني مر على الفكهان. كسك وطرامي وماذا كان يقول لك صديقك حيقولك بس سيشي لفغوتياء يعني مر على الفكهان. تشبهت هناك ثم! ن jogعان جدا! ما يقولون يتكلم على رسطان؟ يقولون يقولون أنه مقدورة لديك يعني أحضر لديك رزو بوفتك تشبهت خلال الأمر؟ نفتخل ومنتاجات البحر كيف تقولون؟ يعني لا يمتزد أن يكون مقدورة من المنتاجات البحر اللي الاسمك والغمباري والحاجات دي بحاول أبرتي موى ان كيلو دو بوصن احضر لي كيلو سمك Votra mi صديقك Votra mi يعني صديقة Votra mi Vou propose بي اقترح عليك دفاق لكورس تسوق يوز اكسبت وانت قابلت كسكو فو ديت ماذا تقول بي تقول طبعا دكوغ لين البعي كلو عتزار أو قبنا راحم سي فيها تردد سيطرح عليك سيطرح عليك دينار انت تدعوه الاتقل العشاء كسكو فو ديت وصعبير ما زتقول لغرسان طولو انتاب لبوصن برسان سي لبو بل يعني مأيدا لخمس أشخاص من فضل فالفينو سبعتاش الگس سوال ده انمي وو دي ماند سيكاليا أوريان ده بردوی دو لامر كسكو فو ديت أو كو ديتو طبعا منتجات البحر فانا حاخد طبعا آخر واحدة لكريفات ويتر لجان باريو محار فانا حاخدت برقوه وزالي وزالي وصوبرماركت كسكو فو ديت يعني انتا تشرح لماذا تزاب لسوبرماركت ماذا انتا تقول طبعا باقول بورفر لكورس لتصوك وزالي 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 كسكو فو ديت انتا تقول 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 عندنا المتميزين بتشرح لماذا يعني انت تتسوق بدلا من والدتك لان هي بتزهب تحب الزهاب ولا ان هي فضية ولا لان هي انا مشغول ولا ان هي عندها الم في الراس ودي اللي احنا اخترنا. انت تسأل صديقك عن المواد الدهنية اللي هو بفضلها طبعا مواد دهنية يعني حاجة دسمة اه سمك ولا لحمة ولا بير بير يعزب ده دي من المواد الدهنية اللي احنا اخدناها ودي صحيحة طبعا والاخيرة معناها لجيم. انا مي فو دي موندو صديق بيسألك او الفابو غشتاق دي كاروت عين تذهب لشراء جزر. كسك فو ديت ماذا انت تقول بروح لقسم المشروبات ولا قسم الخضروات ولا اذا بلا قسم اللحوم ولا اذا بلا قسم المخبوزات. فطبعا هناخد رقم اه اللي هي اذا بلا قسم الخضروة. انت تتحدث عن ميولك الغذائية كسك فو ديت. طبعا الاولى انا بفضل الرياضات الخطيرة ولا انا بقضي وقت فراغي في القراءة ولا انا بحب منتجات البحر ودي لكم للصحيحة ولا انا بحب عمل التسوق. انا منتجات تزيجها ولا على بعد متين متر من نادي ولا ده كبير ولا هو بتكون من ست اقسام طبعا اهنا هناخد المكان اللي هو على بعد متين متر من النادي. هتتحدث عن مكونات عن منتج الحلويات المفضلة لك. فانت طبعا بتقول لبن وزبدة ولا انا بفضل طبعا هي الاولى لبن وزبدة وجاتو اه ودقيق قصدي لبن وزبدة ولا بتقول انا بفضل ولا الكشري ده طبعا المفضل ولا انا بحب شرب الاحوة. طبعا هي الاولى هي صحيحة لاننا بتكلم عن مكونات الطبق او مكونات الحلويات بالنسبة لي. المكونات. يبا انا هاخد الاولى هي هنا معمولة غلط. انت تطلب الحساب السوبر ماركت كيس كو ديت ماذا تقول ولا كيس ولا كيس يعني اين الخزن ولا انا اريد ان ازب لقسم الفواكه ولا اين قسم اللحمة ولا كيف تكون اسعار طبعا انا بس على الحساب بحقول الخزن باول واحد. انا ميفو دي موقع صديق بيسألك اين تذهب لكي تشتري اه كريفاتة اللي هو الجنباري. فانا بقول بروح لقسم الاسماك اللي هي اللي بعدها جولي بتقول لماذا تذهب لسوبر ماركت بيقول عشان اشتري واتر محار واسماك فالى اي قسم اليم بسوف تتجه. طبعا احنا قلنا الى قسم منتجات البحر. السؤال التاني بيقوله يعني انا او ريد جي يوضرين دي بولين عيس فرق ومكارونا اتوا ونتا جي يو كمانده دي بوصان دي ري انا حانت لبسامك وروز طبعا اي الهوار دار في مفل رسوار في الماطا. فسوال الاخير من السؤال الهواري هي دي بين او لسي كم بيان كيلو دو كم كيلو السمك. اه فبورا شتار دو ويتر دي بوصان. اه اللي كاي اشتري ايه كزا. اشتري واتر محار واسماك يعني. اه طبعا هنا بتسأل طبعا عن يعني سعر منتج من المنتجات الغزائي. او الاسماك اه. حركز في الاسئلة الاختياري اول جملة مكتوب كلمة ميسيو. ميسيو في اول الجملة. يبقى انا هنا حصرف في زمن الامر لان الفعل بدأ في اول الجملة. مع ميسيو انا بصرف مع عفو. يبقى اخد فعل في اخر اوزاد. انت لا تضع ملحة. خلي بالكم ان الجملة هنا في الجملة التانية فيه جمنافي. واول ملايك جملة التانية منفية بنضع نو في اول الجملة على طول. اه في جملة الاجابة طالما منفية بنضع نو بدون تفكير يعني مفيش مشكلة بقى هنا. الياء انا منزو ساعة يبقى بيدل على الماضي الحديث والماضي الحديث بيتكون من فينير زائدو زائد مصدر فعل وهي الجملة الاخيرة اللي انا هختارها. الوصفة سهلة. والدتي سوف تعملها او تجهزها. يبقى انا هنا عادة على الوصفة طبعا هاخد لها انا باستبعد توية خالص في الجملة قدامي. وحاخد لها مؤنس عندنا. طب لي استبعدت توية على اساس طبعا ان انا استبعدت توية على اساس ان كلمة الوصفة غير عاقة. الجملة رخم خمسة بتقول رايان دي معناها اقسام او اجنحة ودي جامعة مزوكر تبات اخد كله. والدك بيشرب قهوة طبعا اول ما بلاقي يشرب ومن القهوة مسبوقة بادا التجزئة باخد او على طول. من بتي بدا امر مع ضميرتي بحاخد بوال اولانية وده تصريف معتي. فقال له وي نو ان فيلو. طبعا اداة التجزئة اهم حاجة. من الافعال اللي دايما تصوك بان. يعني مرر له له بقى احنا عارفين خدناها قبل كده في الوحدة الاول. يعني الا تريد قهوة فقال له احنا بنحب القهوة يبقى هنا بلا سي لانه هو بيأكد الفكرة الاولانية والجملة هنا مسبتة والسؤال كان منفي يبقى الاجابة كانت بنعم او بلا يعني تبقى تبقى سي. جي مانجي دي بولايك المتفراخ طبعا دي مزكر في ومانجي بياخد اداة تجزئة بعده فحناخد دي ليه المزاك. الماكرونة بتكون جيدة فهنا حناخد على اساس ان هي مؤنس طبعا في القملة اللي قدامي. وجامع طبعا عشان لي بات سانك. سيكرة يبقى كمبيان دو سيكرة. كمبيان دو سيكرة احنا عرفين انه كمبيان دو بيجي بعدها غالب ان اسم جامع مش دائما لكن في الكميات طبعا بيجي اسم موفرة زي كلمة سيكرة. وسيكرة دي كلمة مزاكرة. يعني منزلي لا يكون قريبا من دي سيكرة. طبعا انا عارف ان ادوات التجزئة تحول لكن حروف الجر. وهنا ده حرف جر فلا يحاول طرم الجملة منفية. ما تقوليش عشان اتره وهنا حرف جر اساسي. هي تعرف هذه الوصفة فهي تعرفها. تعرفها يبقى عادة على الوصفة يبقى هنا هناخد لها. في رقم اربعة طبعا هنا يعني اتجه او اتوجه اللي هو فده فعل زو ضمرين يبقى امير اتوجه الى. هنا في الجملة دي مكتوب يعني غدا والدتي طبعا في دماء يبدا مستقبل طبعا يبقى. الجملة اللي بعدها رقم ستة طبعا طبعا بلا دي كل مجامع ومزاكر معناها اطباق فهتاخد كل اللي يرى خمسين. طبعا احنا عارفين ان الفعل يتصرف مع او هنا يبقى حيبقى بالنسبة للعاشة والدتي تعده في المطبخ. تعد مين العاشة والعاشة هنا مزكر طبعا فهياخد له. لو انت جعانة اشتري سندويتش طبعا هنا فيه تيف حصرف الجملة التانية في تيف مع الامر طبعا. رقم عشرة طبعا هنا بنقول جدوغ وبعدين كلمة طعم او رائحة دي جمع مزكر فهناخد سيلة هي كل الروائح او الاطعم. والدتي في الكورس يعني بتعمل تسوق بتتسوق مامر في كورس يعني والدتي تتسوق اه فين بقى? يبقى بنقول هنا بقى في السوبر في رقم اتناشة لو خدنا بقى لنا منها فجاء في الجملة التانية قال له لو خدنا بقى لنا من هنا من الحاجات اللي هي بتاخد ادوات تجزاية يبقى انا احنا بناكل من الحلويات لان انا هاخد الحلويات وحطها بعد حنقوله دي انا متعاود انه بياخد ادوات تجزاية. يبقى هنا هي الضمير المناسب. هي الضمير عندنا اللي هو رقم كلمة يعني خضروات وطبعا جمع مزاكر هاخد نفس الجملة بقى ها? لقيت ام بس لقيت ايه? الفعل التاني طيب طبعا جمع مزاكر هتاخد ايه اه كلمة اه كل اللي هي رقم ايه حلويات انتفاض. ففدوا لاناتاسيون انت بتمارس السباحة خلي بالك اهو جاب فات لكن في الجملة التانية جاب ايه براتي كون براتي كي بياخد ايه اداة معرفة او محدد فانا هناخد لا على ايه عيدة على السباحة. انا باخد الكلمة اللي نقصة في الجملة الاولانية احطها في الجملة التانية فقوله نحن نمارس السباحة في البحر فبقول لا ناتاسيون يبقى شيلها وحط بدلها ضمير المفعول ايه لا. انا عارف ان كلمة بريدوي معناها منتجات ومزكر وجمع هنا يبقى سيرجلي للمجمدة اول واحدة. في رقم خمسة جيمي كونسي دو. انا عارف ان وبروبوزي بياخدوا دو زيد مصدر فعل. يبقى هنا هناخد اللي هي الاخرانية دو من جينا بنصحك ان انت تاكل خليلا من كل شي. اه بس اغير بقى. قال لي هنا لو. بس هنا قال لي ايه كده نقط. اه. طبعا عارف الفعل اللي بياخد حرف الجراء. اه. وطبعا اه بيحصل لها اضغام هو طبعا فرب جوي اللي ويلعب يبقى انا هاختارها على طول مع الالعاب الرياضي لو متان في الصباح جوليا ايه ما جوليا وانا ها بيفون هنا طبعا معناه نشرب طبعا انا عارف هنا جوليا وما بتسود منه يبقى خدنا فعلي في اخر او الناس في رقم تمانية جو شارش لوريان دي بردوي انا ببحث عن ريان دي بردوي يعني قسم منتجات لاتياغ لالبان لان اتفقنا ان كلمة بردوي مذكر يعني الكل بعدشان اعطي له كروكت يبقى لويه طبعا وانا بعمل الكلاب والحيوانات على انها عاقل مفيش مشكلة اتيب كلمة تيب طبعا يعني نمط او كلمة جونر جونر بردو معناها نمط او نوع ودي مذكر فهناخد كله الاولانية يعني اي نوع من الجبنة تبحث عنه في الجملة اللي بعدها مكتوب في عطلة نهاية الاسبوع جمع الله انا احب الزهاب للمكتبة مؤنس هنا كلمة المكتبة يعني ده بيكلفك طبعا بكلم ميسيو فبكلم ميسيو بقول له احترام بالضمير الجملة اللي بعدها يعني ماذا تضع في الوصفة فقالوا لابن وزبادي طبعا المفعول هنا مفعول غير عاقل ومفعول مباشر فحناخد كاسك طبعا عارف ان كلمة فروماج مذكر هنا طبعا على اساس ان الحاجات اللي فاخرة اج معظمها مذكر مع هذا ايماج وباج وبلاج وناج وكاج دول الحاجات احنا اخدناهم قبل كده اه بعد كده دون ستارتين يعني يعطي هذه القطعة من الخبز او الشريحة الى طبعا ايه اخي مي بارون والدي هناخد فعلي في اخري النتيب بيأكلوا بيأكلوا سمك في الغدى. ما صار اختي بتحبوا عمل اليوغا طبعا طبعا عارفين اليوغا مفيش فيها فحناخد دي مذكر طبعا يعني انا اود ان اتزوق هذا المشروب وكلمة يعني مشروب ومؤنس هتاخد رقم يعني الفكهة جيدة يعني احنا بناكل منها طبعا وهنا لقيت ومانجوي بياخد دايما اداة اجزاء معاه في الجملة دي ولان انا بتكلم عن الفكهة. يبقى كي في مين اللي بيعمل منبخ في الاجابة قال سيماماري بعاقلي بياخد كي اداة الاستفاة. هل يوجد فكهة? فقلنا هنا لان دايما ما تلاقي اليا. اليا. وبعد بعد فيه نقط وابعدها خد على طول. يعني دي ما فيهاش بقى كلام بالنسبة لك في المنهج بتاعها خد على طول. لأي قسم يذهب اه سريل واخته طبعا جولي اه زي ما كان موجود عندنا في القدر. كم يتكلف? لا ده بعدها. كلمة طبعا احنا عارفين ان هي جامعة. وكمبيان بتاخد دو بعدها او دو ابوستو. لو متان في الصباح جي مانجي دو لا كنفيتير مربة طبعا مؤنس. من اه لا ما مير والدي تي فا شي لو باتي سيار طبعا لو عاقل بعد بير بقالي اه بعدها عاقل بتاخد حرف الجرشي. طيب لا جلاس اي بلو ها سكري. طبعا لا جلاس هنا الايس كريم وهنا مؤنس فحتي اخد سكري. لكريب صون بون طبعا لان نكريب معناها الفطائر وهنا جامعية مؤنس في رقم اتنين جام انا احبه كل منتجات البحر فحناخد رقم سي هنا عشان كلمة جامعة مزاعة. هنا بقى في رقم ثلاثة يعني انت بتحب الماكرونة خلي بالك ان هنا بعده اداة معرفة. لكن اما جيب في الجملة اللي بعدها هيبقى انا محتاج ااخد لان بيجي بعدها اداة تجزئة. طب سارة ومونة جامعة مؤنس يبلوح رجرمان دي شريهين بيحبوا الاكل كده وايه وتمام التمام عن دي. طيب كلمة يعني اه قسم جناح ودي كلمة مزاكرة يبقى هناخد كيل طبعا. لو فيكم يا جماعة يجي بعدها دو اخدها على راسي من فوق لكن كيل هي اللي هاخدها هنا لان انا بقول في اي الاقسام او الى اي الاقسام نذهب في السوبر ماركين. كلمة جات في اول جملة يبقى ده تمييز يبقى انا عايز طب هنا جامع مزاكر لان هو بيخيرني ما بين مزاكر ومؤنس ودي اخيرها ام او انتي فهي مزاكر. اه معناها طبعا اغزية اي اغزية تتناول في العشاء. مامير والدتي بتعرف تعمل ريسات ريسات يعني وصفة. وانا عارف كويس قوي ان كلمة ريسات واللي اخر او تي تي او فهو مؤنس بعدها كلمة ساكلوت. ساكلوت اللي هو الهيكل العزمي. يبقى هنا حاخد سات عشان انا عارف انها مؤنس وسات هنا صفة اشارة. اه تي تروف سي سوبر مارشي. قال لي سوبر. طب مع كلمة معناها رائع. اه سوبر معناها. اه يبقى دي صفة. صفة بقى انا بسأل عن الرأي. مع التروفي يا جماعة اخدو كمان. لكن كاسك بتيجي مع مي مع برونسي. سيبك من او كم بيان دو مش نافعيني هن. طيب. او بيتي دي جناء في الفطار. جيني مانج با دو كمفيتير. الجوملة منفية. فاخدو على طول عشان انا نفيت الجوملة هو. وفعل واحد بس في الجوم. يعني انا ادعم. انا بشجع الاطباق الساخنة. يبقى شو عشان اطباق اه. جامع مذكر. يبقى حاخد شو اللي هي الاخيرة. يعني هي تمارس السباحة. قوي. ها? خلي بالك. جا بعدو ادات تجزاها. يبقى على طول روح جاري على. داكو. مامير والدتي ايليا اينار. شوف انا شبت كلمة دي جناء. رحت جاري على ايليا اينار لان دي من دلالات اه? ها? الماضي الحديث اللي هو بتكون من دو زائد مصدر فاعل. وانا عارف ان دو ما بيحصلش فيها اضغام. يبقى مامير فياندو بريبارير. سوف اه اه عصدي جهزت توا العاش. يبقى خلاص استبعدت مضارع استبعدت مستعبل استبعدت مصدر. وروح تخدت فياندو زائد مصدر فاعل. دالا فيل في المدينة يوجد كثير من الايه? ها? المحلات التجارية. طب تنفع تري? لا يا مشان دا تري بيجي بعدها صافة. هو دا سؤال. تنفع عايزة دو بعده. يبقى خدنا بكو دو عشان كده. في الفين وتمنتاشر جاء سؤال دا وبيقول لان كلمة دي مذكر. مانفرير اخويا ام لي بوصان. كلمة معناها مشروبات هنا وجامع ومؤنس بحتاخد دا. دا جامل وجي انا بحب العصائر. الا دا كلمة جي فااخرها اسي. يبقى تنفع مفرد وجمع. يباخد بالي مناه. طب عصائر جامع ومذكر. الباري دا يبقى في رواقه واحدة يعني القوم بتعمل الجاتو يبقى ايه ها هي بتعمل منه يبقى يعني في الجاملة الاولانية خد نفس الفعل هنا فيه وهنا فيه ودي جاتو مسبوقة بقى اه بقى ادات تجزئة في الفين وتسعتاشر بيقول لي صان لريون طب ما انا عارف ان كلمة ريون جامع مذاكر ولسه حلل عليها هيبقى حاخد كالة الاخيرة ما تكون الاقسام في السوبر ماركت انا لسه واخد كلمة بواسون معناها مشروبات ودي جامع مؤنس تبقى فريشة لان دي اللي جامع مؤنس عندي في الجاملة بيقول لي هنا في الفين وعشرين وانا اشترت وكالة اتنين اما تلاقي عدد او ظرف كمية في الاخر كده بعد الفعل وما فيش بعده تمييز خد او انت مطمئن وحطت رجلي على رجل في رقم تمانية دو كيلو فوليفو طب ما هيدو محتاجة كومبيان يو روحت لها جاري انا مش محتاج بقى ان انا اقول كومبيان دو كيلو كام كيلو انت اه تريد او حضرتك عايز ما ميزون الوان بعيد دي سوبر مارشي لي خدنا دي سوبر مارشي خدنا دي هنا عشان كلمة سوبر مارشي مذكر رامي ام لفريز رامي بيحب الفراولة من ضمن الافعال اللي بتاخد ادوات تجزئة يضاف اليها كمان ايه ان في بكو ظرف كمية ما فيش بعده تمييز ولا حاجة يبقى اخد او انت مطمئن لوي كاند في عطل اتناية الاسبوع جوليان ها دولا جيمناستيك في لي يا ميسيو خدنا في عايز اداة معرفة وجوير عايز حرف الجر او براتيك عايز برضو اداة معرفة يبقى اخد في اللي بتاخد دو بعدها مي بارون والدية دو يبقى اخد فير برضو يبقى فان او كلوب في النادي او كلوب لو جوير سانتران بتتضرب بيان جيدا هو بيكوت ماشي اه بس لو كات من غير دو بان طبعا ما لمشيش هي او تري احنا ليس اعلي ليه سكادو هازيه الهداية جواي لودوني لودوني ليه خدنا لو استبعد لوي لان هي عايدة على الهداية وضيعة غير عاقل استبعد لالا لان دي مزاكر استبعد لان هنا ايه مش اداة تجزئة طيب لان كلمة دي طبعا جمع مزاكر لان بعدها حرف الجر دي خلاص حفظناها جادمير ساتوني لان دي موانس تي برفير تي دي بلاسير مزدر فعل مصرف السي مع الضمير بتاح اللي هو تو بيا افان لما تشي بان ترين توار راكيتي باخد كل على اساس ان كلمة راكيت ايه ها راكيت جمع موانس نو نوفيزو الجملة منفية ايه بروح لدو جارية على طول الجملة منفية احنا شرحين الموضوع ده بتوسع في فيديو من الفيديوهات اللي عندكم وخاصة في تذكر انترينيز دي معناها مدربة بس ما بدوها بحرف متحرك بروح لما على طول لان حستبعد نو دي جامع حستبعد طال لان انا عايز هنا ايه حاجة ما بدوها بحرف متحرك تبقى تاخد طا وما تاخد شي طا فو طبعا جامع وديو موفرد يعني اصحابي رحلوا في ايه رحلة ها ده صحابي يبقى لغ استبعد لوي وخد لغ لان فعلا يكرير من ضمن الافعال اللي بييجي معاها حرف جار تعال بقى نفتكر الحاجات اللي كنا بناخدوها في سنة اولى وسنة تانية يعني لان باسيون مؤنس فمش محتاج بقى دور كده هتلاقي يا جامع يا مذكر مفيش اللي معه طيب بيير في بارتير بور فرانس ايو بور فرانس طب انا ما عنديش بور هنا لان بارتير بياخد بور وانا كاتب لك الموضوع ده بس عندي حرف الجار لان دول اه ما تنفعش احنا قلنا استبعد دول اه تماما من الدول طالما مفيش ملكي حرف الجار اه ما بيجيش مع الدول او ما يجيش مع دولة مؤنس زي فرانس قددني يبقى او انا سوف اذهب اه شي خدنا شي ليه لان الفر بقى ليه بياخد شي لو جه بعده عاقل او ضم التوكيد خلاص يبقى البقى انا مش عايصه يبقى كاسك ماذا تريد يا مدام حاولها متى تريد يا مدام طب تريد اه ها كمان كيف تريد يا مدام يعني كلم مش قادر اترجم ده كل الناس ها ايم لي يا جماعة كلمة مفرد لو مفرد محدش يقول لي طوله مون جم وحنا عاملين فيديو في الموضوع ده ازاي تعرف الفاعل مفرد ولا جم اه طيب بعد كده مكتوب دماء دماء يعني غدا خدنا ايه مستقبل وحاخد مع نو تصريف صحيح اللي هو طب هستبعد في زون اه ده مكتوب دماء وانا عايز مستقبل هستبعد اخر واحدة اه مكتوب دماء وفنيغ زائد دو زائد مصدر فاعل يبقى ده ماضي حديث يبقى خلاص انا فهم كده ملاقي دماء اروح لايه لمستقبل مستقبل قريب الفتير بروش اللي بتكون من قليز زائد مصدر فاعل لكن ملاقي الياه زائد زمن يبقى روح للبصيري صون ماضي الحديث اللي بتكون من فينيغ زائد دو زائد مصدر فاعل طيب كلمة اكسسوار وكتير متطلبة تقول لي ده اكسسوار مؤنس اقول لها لا ده اكسسوار مذكر وحفظها بقى وطلبة شطر كتير عارفين المعلومة دي كالز اكسسوار طب ما هنا طالما جاه وقابله نقطه يعني عايز ضمير التوكيد ضمير التوكيد بتاع ال اللي هو الوي جولي بورت تيم بلوز اكارو ما نعرف ان كلمة كارو وطالن وبوا وريغ وفلغ كل دول بياخدوا حرف غره ا اللي هي نقشات الملابس موجودة بسنة تانية عندين جي اشد دو شو سير ان كوير المواد دي الخام وصبغ بحرف الجارة ان زي كوير يعني دلد ساتن يعني ساتن فار حديد ار دهب ارجان فضة كطان اطن توال لين الى اخر ويبقى لابده راجع على دول ودولو كان موجودين عندنا في المراجعة واحنا شرحانهم قبل كده مادام مادام خد او زد ملاقيتش او زد خد فت ما عنديش كلام غير كده مادام وميسيو لقيتهم وعايز امر خد او زد في اخر الفعل ملاقيتش او زد روح لفت بس قعدة خلصت كده فت اللي هي ايه اه فت اللي هي تصريف فار مع ضمير فو ها ماشي طيب انا مذكر بقى لان تلت كلمات بتنتهي بأو او في الاخر ومذكر اللي علينا في المنهج ميزي وليسي وسكاربي ميزي وليسي وسكاربي ها الفستين جميلة وانا بكويها بكوي ايه بكوي الفستين استبعد ايه استبعد لو لا عشان دول مفرد ولير عشان عاقل يبقى فضل شلاليه طب تعال الركن المتميزين الشاطرين الحلوية علي اموة ارسبيكت نوتر انترنار ليه خدت نوتر ان علي اموة بتسود من نو يبقى هنا ان مؤكد ان هي بتاعت نو اه لو جات في اول الجملة بتسوي ايه اه لو جات بعد الفصلة يبقى ادور الاسماء اللي قبلها كانت اه اه ده الاسماء اللي قبلها بتسوي نو ده الاسم اللي قبله بيساوفه اشتغل على كده واحنا منهجنا ممشيها على نو شوي سارا بورت دي لجانز احنا خدنا كل الكلمات اللي بتنتهي ب اي ان جي مذكر معا ده الكلمة ده الغريبة ده وانا عندي حل بقى ومديني الحل الصوبر الجوكر بتاعي مارو موجودة في الجملة اختارها مانا عندي تلاتة جوكر تلاتة ارميل تلات صفات دول في اي حتة اشتغلوا معاك مارو وسوباغ وارانج مارو وسوباغ وارانج هانا اقولهم تاني اليوم لطان مع كلمة لطان باخد بعدها فعل وغالبا اتر بس فيها فعل بس استعبعد فعل ماشي مع اي اسم من الاسماء المتعلقة بالجو خد فرب ايه اتر او اي فعل بس استعبعد فعل اي فعل زي ايه ممكن اقول الشمس وتشرق ممكن اقول رياح تهوب صفل ممكن اقول الجو يستمر معتد وهكذا طيب سات ري سات هزه الوصفة كس كون بانسي كس كون بانسي طبعا احنا عارفين كسك بتيجي مع بانسي كومون بتيجي مع تروفاي لسؤال عن الرأي طيب بانسي قبلها النقاط وقبلها كسك تأكد كده يبقى خد بعدها النقاط خده عشان ما تغلطش بقى هو هنا مديني خدته وانا مطمئن بعد سي صفة مفرد مذكر وانا حفزت حفزت الموضوع ده وحفزته كويس سي بعدها صفة مفرد مذكر يبقى سي كري عند بال طبعا مذكر وما تضع بحرف ساكن ميزا مي اصدقائي جو انا بنصحكم لان ميزا مي بعدها منادة كده بعدها فصلة تبقى منادة يا اصدقائي انا بنصحكم ان انتو تمارسوا الرياضة جينينبا دو سودا ولا لو سودا لان افعال الميول يا جماعة تاخد اداة معرفة بس بشارت افعال الميول تيجي لوحدها في الجملة لو جات لوحدها في الجملة خد بعدها اداة معرفة لكن لو جه فعل بعدها يبقى مالهاش لازمة في الجملة اشتغل على الفعل التاني يعني خد افوار لان ما تلاقي سواف وفم سواف يعني عدشان وفم يعني جعان شو يعني حران واسمها ايه فرواف بردان يبقى يشعر يبقى خد فعل من افعال الشعور وهنا افوار مع سواف والحاجات دي يبقى خدنا اون الاخير لي خدنا اون عشان دي واخد بالك طيب انت مش جعان قالوا ده انا عايز ااكل يبقى بالا لانه بيأكد الفكرة قالوا سي ده انا محتاج ااكل يأكلوا كثيرا طب انا مش لقي بكو يا ميشيو يبقى خد بياه اصل بكو ده ما تنفحش عايزة بعدها اسم قابل للتجزئة فو فيني دوباغين تو جاين من باريس اون خد اون لانه اون بيحل محل حرف جاردو زائد اسم غير عاقل جوليا انتران لو مفعول مباشر بعدها ما تخلهوش اه فعل زودامرين خليه فعل عادي لو مفعول مباشر عصي جوليان بيدرب اللعيبة على ارض الملعب مش يتدرب اللعيبة على ارض الملعب يبقى خد بالك من المعنى هو بتكلم عن التاريخ اون لان لو خدت بالك بقى وحنا شرحنا من ضمن الافعال اللي بيجي بعدها حرف الجاردو زائد غير عاقل يبقى خد اون على طول تشتريتها دا لوالديك قال له ده انا عندي بقى ضميرين عندي دي وحاخد له وعندي جامعة هو عاقل يبقى حاخد له ليل طب مين يجي الاول لير تيجي الاول وبعدها اون يبقى خدنا لير و اون ما صار اختي في في لا فاسل نحن ليسا اخدنا دلوقتي وكاتبينها مع بعض وشرحينها اه لا كوزين يبقى في بتعمل يبقى في بتغسل اواني في المعض جي فو عسل عسل دي مذكر يبقى خد دي اهي اهي دي اهي وبعدين منفرر اخوي عايز يعمل مربع يبقى خد دولا طب هاتلي دي و دولا اهي طيب اه اه هم بيحبش الجبنة فقاله ده بيأكل منها كتير يبقى بالا سي هي بتاكل منها يبقى اون يبقى خدنا سي و اون تمام كده يبقى انت ها بتكتبهم فوق وتعملهم ده الاختياري الدبل بقى اللي هو بيبقى فيه اتنين اختياري طبعا زي ما تعودنا مع بعض ويا رب يا رب نوبة تسمعوا كلامي كده وشوية لايكات وكمنتات على الفيديو كده عشان نبدأ نشتغل مع بعض واحس ان انتو شغالين معا ها ده طبعا اجابة الامتحان انا ما بحبش اشرح الامتحان على اساس طبعا ان انتو ترجعوه لو فيه اخطاء على حاجة زي كده وتاخدوا بالكم منها معا ها الامتحان اهو على السريح كده بس يا رب طبعا احنا خدنا درس كامل يعني اكيد بقى حفصت الكلمات ورجحتها وكوني حلت اكتر من جملة معناها ان انا خدت بالي من الكلمات كويس جدا يبقى احنا كده هيبقى فضلنا الدرس التالت بازن الله ونبقى خلصنا الجزء الاولاني من الوحدة الاولى والتاني الجزء الاولاني من الكتاب ده يعني يبقى خلصناه مع بعض بازن الله اتمنى لكم سعادة دايما بازن الله واتمنى ان انتو تكونوا فهمتوا بعض الحاجات المهمة والى اللقاء في حلقة القادمة بازن الله مع بعض اوفا